اهلا بحضراتكم مرة اخرى منذكركم ان شاء الله هنستقبل اسئلة حضراتكم على ارقام الهادف الظاهرة اسفل الشاشة وعلى الاسم اس وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك ونعاود من جديد الحديث مع فضيلة الدكتور حول مفهوم الهجرة ورد فضلته على الجماعات المتطرفة المتشددة التكفيرية التي تحاول ان تعبث بعقول الشباب وتقنعهم بان هناك هجرة ما زالت حتى الان من اجل نصرة الدين والمصدعفين في اماكن ربما هم اعلم بنوايا هذا الهجرة او تلك الهجرة فالدكتور حركة ذكرت بان هجرة الامن ما زالت قائمة حتى وقتنا الحالي وانها موجودة ومبيحة للانسان نعم احنا كنا بنعالج الاية ان الذين توفاهوا الملائكة ظالمي انفسهم نعم وبنقول ان دي موجودة لهجرة الامن نعم لان ظالمي انفسهم يعني معناه انه ظلم نفسه بان ابقى قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض يعني ما بتصليش لي ما بتزكيش لي ما بتعملش لي قالوا والله انا كنت مستضعف في الارض كل ما صلي يعرفوا ان انا مسلم فيضربوني فيضربوني فسيبنا الصلاة وسيبنا الصيام وسيبنا كل حاجة ولم يبقى لنا شيء فده ظالم نفسه يعني ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض مستضعفين في الارض يعني ده ينبغي عليه طيب هل ينبغي عليه مطلقا قالوا طيب متى يجب على المؤمن ان يهاجر من دار غير المسلمين زي المسلمين بورما كده مثلا يعني في بورما او في اي مكان في الروسيا القديمة دي قبل ما تتعدل وهكذا فرحوا قالوا ايه بقى قالوا اذا لم يبقى فيها مسلم آمن باسلامه ولا معاهد آمن بعهده الاول يعني هو الوحد هو لوحده يعني ده يجب عليه الهجر طيب لانه هو الوحده هيبقى زي غريب مطلق نمر اتنين ان يمنع من اقامة الشعير يعني انا لما بصلي في لندن ولا بصلي حتى في مطار نيويورك ولا في توكيو ومحدش بيقول لي انت بتعمل ايه لكن هناك بيقول لي تعالى انت بتعمل ايه انت يضبط عليك فورا معايا مصحف فكانوا بياخدوه في فرنسا وفي انجلترا من 200 سنة و 300 سنة ويحرقوه ويغزوني ويطاقوه باقدامهم يا ما عملوا حاجات زي كده اها يبقى دي عملية خطيرة جدا طب انا هقعد هنا ليه نمر ثلاثة الا يرجو ببقائه نفعا شوف ان دي ايه ثلاثة شروط بموجبها ياجب عليها الهجرة مجتمعة ام منفردة نا مجتمعة مجتمعة اه طب ما ده فيها استحالة ان هو يبقى وحيدا يعني يعني في اثنين مليون مسلم في بورما صعب انه ما يبقى اخر واحد خلي بالك خلي بالك هو الانفراد هنا مش انفراد عددي ده انفراد امكانية يعني ايه يعني انا الواحد ومش عارف اعمل مع بقية المسلمين نوع من انواع الاتحاد اتفاهم فيه مع الحكومة ملناش كبير كل واحد عايش لوحده كده اه هو الانفراد ده الخطير لان ابن عبدين في الحاشية بيقول لي كيف اتعامل فانا موجود في بلاد غير المسلمين ومجمع المسلمين اللي احنا دلوقتي بنسميها الكميونيتي اي واروح للحكومة اى حكومة لو سمحتوا احنا عايزين مقابر خاصه احنا عايزين مذابح للحيوان خاصة احنا عايزين اني انتوا تسمى'llنا بايقامة يوم الجمعة احنا عايزين كده كوميونيتي قالولنا تويب والكميونيتي ده وهي بتتفق مع الحكومة ده 오늘 بشرح الكلام ده مين ابن عبدين في حاشية لقينا استجابة قالوا اننا حاضر بس ارجوكم ان انتم في يوم الجمعة تبدأوا الصلاة بعد ساعة 12 طيب جائس نبدأ الصلاة الساعة واحدة وتخلصوها الساعة اثنين وما تطلعوش الميكروفون برا وما تعملوش مش عارفة ومنتفق معاه والمزابح لازم يتوفر فيها واحد اثنين ثلاثة علشان ما تخالفش القوانين عندنا ولي 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 حاضر نعمل كده حاضر ونتفق مع الحكومة وصلت هذه الاتفاقات الى الاستقلال بالقضاء ارجوكم خلونا نستقل بالقضاء احنا يجوز عندنا الطلاق ويجوز عندنا تعدد الزوجات ويجوز عندنا ولابد من شروط معينة في النسب ولابد من شروط معينة في الميراس عايزين نستقل وجماعتنا كلها عايزة كده عملوها كده في الهند فالهند قالوا لهم خلاص خلوا قاضي الشريعة بتاعكم يحكم بينكم ايه طيب قاضي الشريعة جه طرفين وتحكموا عند قاضي الشريعة وقاضي الشريعة حكم فواحد منهم مش عاجبه نعمل ايه؟ يروح للقضاء المدني غير الاسلامي بدأ الاتفاق ده ستأفل 1936 بين الكميونتي بتاعت المسلمين في الهند وما بين حكومة الهندية ما بين الطايفة المسلمة والحكومة والحكومة من 36 لغاية النهاردة سنة 2015 ودخلين في 16 لم تحدث مرة واحدة أن قاضي الشريعة يحكم على اثنين من المسلمين وبعدين يلاقي واحد منهم راح إلى المحكمة المدنية تتصور 36 لغاية النهاردة فيها كم سنة؟ 80 سنة فحضرتك هو فيه ايه؟ هذا فيه هوية بقى فيه هوية وفيه دين وفيه كذا إلى آخره فلم يحدث اطلاقا ولا حالة وحدة لغاية دلوقتي إن واحد مسلم ياخد بعضه ويروح للمحكمة المدنية فالكوميونيتي دي أو الجماعة دي لها أن تتفق معها فلو إنه كان لوحده بقى ما فيش كوميونيتي ولا حاجة يبقى آي هاجر آي هاجر طب ولو رجع ببقائه معه الرجو هنا بقاء الرجاء ده عامل إيه؟ عامل إنه برجو ببقائه إننا نحن نتحد مع بعضين وإننا نعمل كوميونيتي وإن كوميونيتي تتفاهم مع النظام المجتمعي ولا تخرج نشازا عنه وتعمل كذا وكذا وكذا فالمسلمين في كافة أركان العالم استقلوا بالمقابر واستقلوا بالذبح واستقلوا بالأحوال الشخصية واستقلوا بالتعليم واستقلوا بحاجات كتيرة ونظم دي قائمة ما فيهش أي حاجة النظم الديمقراطية الليبرالية قبلت هذا قال لها صيغة إنسانية يعني واحد من البشر معتقد هذه الاعتقادات أنا أتدخل في اعتقاداته ليه؟ ومن هنا جاءت حكاية العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية هل يجوز أن أنا أقول أن العلمانية الجزئية ساعدت المسلمين في الغرب على البقاء هو اللي حصل كده الواقع كده إنها ساعدتهم أما العلمانية الشاملة بمعنى النسبية المطلقة فيقبها كل الأديان على فكرة مش الإسلام بس إنه ما فيش حقيقة وإنه ما فيش حق وإنه كذا وكذا وكذا أصلا فكرة الدين مبنية على غير ذلك أصلا فكرة الدين ما هوش الدين الذي هو الدين الإسلام وكذا لا أي دين مبني على إنه أنا معي طريق الخلاص ولكن هذا الجزء اللي هو جزء مبني على الليبرالية مؤدى للسفر دعه يعمل دعه يمر دعه يعتقد ما هو يريد ويطبق ما هو يريد قلت له طب أنا هالبرنامج بتاعي من أول وآخر قالوا ما له تفضل ولذلك تجد مثلا يعني في أمريكا ما اعترضوش على النقاب من حر أنت حر آه ياب ممكن يحطوه شرط بإنك ما تدخلش المدرسة بالنقاب ممكن يحطوه شرط إن الممرضة ما تلبس النقاب ممكن يحطوه شرط إنه لكن أصلا إن واحدة ستة ماشية عايزة تخبي وشها هي حرة تعودت على كده تعمل إيه فإذا في فرق بين الإلزام وما بين الجواز فهم سايبينهم تيجي في إنجلترا واحد يقولك لا أنا مش عجبني الشكل ده لا يبقى أمريكا أكثر لبرالية من إنجلترا تيجي في فرنسا يقولك لا أنا مش عايز الحجاف في كذا وعايز الحجاف في كذا واصلوه أنت قوتكم الانتخابية بتزيد وشغلانة كده أو ده أقل من ديمقراطية أمريكا إذا كانوا يعني عايزين يعيشوا في الديمقراطية بقواعد الديمقراطية فأنا عايز أقول لسيادتك إن حكاة الهجرة دي إنه يهاجر لما يشعر على نفسه بعدم الأمن فالفقهاء هم بيفكروا حطوا الشروط التلاتة دي طب وإنت إم تكون آمن وإم تلا تكون آمن والله لو كنت آمن أو عندك فرصة لخدمة الناس والمجتمع الدعوة أو عندك ما يكفيك وأنت آمن في دينك وفي كذا أما لو منعت وقهرت وكذا إلى خير فيبقى يجب عليك لما تفقد كل هذا الأمن وتفقد الرجاء في أن تكون نافعا انسحب وما تصطدمش وهنا برضو حتة مهمة هم ليه الفقهاء قالوا لمثل هذه الحالة انسحب لأنه المقابل بتاعه إيه؟ وهو أنه انتحر أنه يفجر نفسه في فمول ولا في مش عارفه ما قالوا لهش كده ما قالوا لهش يعمل روحك بالمتفجرات وادخل ده اقتل وعمل وسوي لا ده حرام ده فساد في الأرض طب تعمل إيه؟ قالوا نسحب نفس الطريقة اللي سيدنا أرشدنا إليها عند الفتن كن حلسا من أحلاس بيتك ده عنك أمر العامة طب ده أقول أنا مش انهزامية أو انسحاب أو أنا أطوع مين بقى؟ سيدنا الرسول شايف إنه ده مش انهزامية وإن ده مسألة واقعية والآخر بيقول طب أنا شايف أنا عنهزامي ماشي يبقى فيه وجهتين نظر وجهة نظر سيدنا ووجهة نظر مقابلة أنا اللي بسأله للمسلمين أنت أتبع مين؟ هتتبع وجهات النظر الممكنة عقلا طب ما هي ممكن عقلا ستين وجهة نظر ولكن وجهة نظر سيدنا هي التي تتبع اللي بيقولك إسحب روحك واحدين كنت أنا وأنا صغير أقول طب يسحب روحه إزاي؟ نفس الثورة بتاعت الشبابة الله مش أنا بقى نهزامي كده يعني وكانوا يقولوننا العيال بتوع الإرهابية دول يعني هنتاخد زي الخرفان هنتدبح يعني وإحنا زي الخرفان الأطحى طيب لا يا عم مش هتدبح بس خلي بالك انت هتصطدم هتصطدم بإيه؟ بسلاح لم تصنعه ها؟ داعش بيجيبوا السلاح ده من أين بقى إن شاء الله؟ من غير المسلمين حتى يقتلوا به المسلمين أو غير المسلمين يبقى فتنة لا يرضي الله ولا يرضي العقلاء من البشر أما سياسة سيدنا رسول الله لما يقولك انسحب وكن حلسة من أحلاس بيتك وغلك أترك أمر العام عليك بخاصة نفسك معناها أنك هتدي مثالا صالحا هيسلم بموجبه خلق كثير ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت وخير لك من حمر النعم يبقى إذن يا مولانا دي عقلية ودي عقلية يؤتي الملك من إن شاء الله إحنا اللي هناخد الملك بالعافية إحنا لينا حوله وقوه هو بيقول لا حوله ولا قوة إلا بالله والتاني يقول له يا دي مش استنامة لا مش استنامة أخوي ما هياش هي دي تواكل ما هواش هو ده ده تنفيذ لأوامر ربانية ألا يحلم من خلق وهو اللطيف الخبير أدي اللي بيننا وبينهم إن إحنا من روح لربنا نستفتي قول الله يفتيكم ودول بيستفتع قولهم المجردة ويأولوا النصوص عليها ويفهموا ما يريدون إذن الشاب اللي سافر من أي بلد في العالم لأي بلد الجماعات الإرهابية بتقول فيها جهاد هو مجرد المعنى اللفظي اللي هو الترك أو الحركة الانتقال الصفر وإنما المفهوم الشرع للجهاد هنا لم يتحقق لم يتحقق أو الهجر أفوالي وثلاثين أربعين واحد ثلاثين أربعين ألف من الغرب مرسودين معروفين راحوا لداعش منهم من انسحب وتبالى له الحال صحيح؟ نعم صحيح وفي ناس من المحققين الألمان عملوا حاجات كتيرة تدخل على النت تتلاقي بلاوة في هذه المسألة طيب أشكر فضلك جزيلا شكر بعد الفصل إن شاء الله هنستعرض إجابات حضراتكم على سؤالنا على الفيسبوك وهنستقبل الأسئلة إن شاء الله على أرقام الهاتف في ظهر أسفل السيارة الشاشة وعلى الأسم الأسفل في فيسبوك ابقوا معنا اشتركوا في القناة